موسيقى لتوسيع محط الإنتاج الفلاحي ومواجهة العرض المحدود للعقار الفلاحي بالوسط القروي ينخرط هؤلاء الفلاحين بمنطقة ستات في نظام التجميع الفلاحي الذي يروم تحسين الروابط بين السوق ومرحلة الإنتاج هذه التعاونية المتخصصة في إنتاج الحبوب والقطاني نموذج ناجح في تتبع هذا النسق الفلاحي إذ تضم حاليا حوالي 500 فلاحين موزعين على مساحة 2500 هكتار يستفدون من جميع امتيازات هذا النموذج المتجدد في التنظيم الفلاحي الذي تمنحه الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ندير الشاركة مع المجمع مع الشركة المجمعة وتمكننا أنه نحضر صقف تمان البيع على مان يعني الابانس وهو تماني كيكون مهم لدرجة أنه كنبيع المنتوج دينا بمئة 240 درهم ومنه كتكون سنة فلاحي والمنتوج وافير كيكون تمان غير 200 درهم هذي كلادي فيرونزي 40 درهم رأيها مهمة بالنسبة للفلاح وتعالى الدخل دياله بسيط جدا جميع الفلاحي جاء لحل المشاكل للصغر ضيعات الفلاحية للفلاحين الصغر وكذل من أجل تمكين هذي الفلاحين من الولوج إلى التقنيات الحديثة للإنتاج الولوج إلى الأسواق الجديدة والولوج إلى التمويل ويرتكز تجميع الفلاحي على علاقة رابح رابح بين المجمع والمجمع بحيث أن المجمع فهو الأساس للإنتاج اللي تستفيد من المسائم المواكبة التقنية للمجمع لإنتاج واحد المنتوج بجودة عالية والمجمع المستمر فهو تيأخذ واحد الإنتاج بجودة عالية اللي تيخول له يدخل الأسواق الجديدة بواحد بخدوي بجودة عالية مشروع التجميع الفلاحي يهدف إلى تنظيم الإنتاج الفلاحي عن طريق التأثير التقني للفلاحين وإلى تسهيل وتحسين فعالية تسويق المنتوجات الفلاحية نحو أسواق الاستهلاك ووحدات الصناعة الفلاحية وأسواق التصدير تغيرت الفلاحة لأنها كثير من نسبة الإنتاج لها وهذه بادرة طيبة من الناس الذين قاموا بهذا المجهود الجبار واليوم الحمد لله نحن نستافده من هذه التجاريف وكان واحد الفارغ كبير بالإنتاج ديال البكري والإنتاج ديال دابا قاد يمكننا هذا الشيء قليل قاد حرات كتلوه على الزراع وكتسن نامه ومن جاءت هذا التعاون إياق طرنا هذا الشيء ديال الحارت بمكنانا وبلون غريب ولينا دابا كان الزوء 35-40 في القطار بكريك منها 15-10 خيكل ما قاعد ما كان فوتوش عشرين التجميع الفلاحي الذي يعد أحد ركائز مخطط المغرب الأخضر يمكن من تجنب الصعوبات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية عبر تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من التقنيات الحديثة للإنتاج والتمويل والولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية فيما يضمن المجمعون من جهتهم تزويد وحداتهم الصناعية الفلاحية والغذائية بمنتجات عالية الجودة مع ضمان ستربعها اشتركوا في القناة